موسيقى السلام عليكم معكم اخوان الكرام معكم محمد من جولدين ديتكتور الوكيل الحصري في الشرق الاوسط لجهزة الكشف عن الذهب والمعادن والانظمة الامنية وايضا اجهزة الكشف عن المياه الجوفية اليوم رح اشرح عن جهاز هو اريدي هذا الجهاز مشهور مو بحاجة لشروحات لكن اغلب فيديوهات هذا الجهاز هي باللغة الالمانية والانجليزية بتوقع ما سبقه احد عمله فيديو باللغة العربية اللي هو جهاز ال EXP 6A من مصنع OPM الالماني جهاز مشهور طبعا كلنا منعرف كفاءة هذا الجهاز لكن ما الو فيديوهات باللغة العربية او خلين نتكلم ما الو فيديوهات بتبين تفاصيل الجهاز وطلقة العمل وكل هذه الامور الجهاز بيجي بنسختين نسخة اللي هو ال EXP 6A لبروفيشنال والنسخة الثانية لبروفيشنال بلاص شو بيفروغام بعض شو بيختلفوا رح نتكلم في كل هذه المواضيع ان شاء الله في هذا الفيديو رح اشرح عن الجهاز بشكل عام رح اتكلم عن امكانيات الجهاز ورح ارجيكم او استعرض لكم السناسر والقطع والاسسورات الخاصة بالجهاز لانه ما شاء الله كبير شوي هذا هو الجهاز بيجي بهذه الشنطة وفي النهاية رح نشتغل على الجهاز سوية حتى نشوف طريقة اللي بيشتغل فيها الجهاز خليكم معنا وتابعوا الفيديو السلام عليكم معكم العادة افوان الكرام طبعا الان رح نفتح شنطة الجهاز ونتعرف على الاكسسورات الموجودة داخل الجهاز فاضلوا معي نشوف الشنطة في المداية نفتح الشنطة بسم الله هذه هي شنطة الجهاز طبعا الجهاز في هذا الاكسسورات سكبيرة نوعا ما ان شاء الله نستعرضه كلها في البداية هذا كاب بيجي من المصنع OKM طبعا الكتالوج بيصدر منه عربي وانجليزي اللغة يام موجود هذا الكتالوج بيوضح استخدام الجهاز من A to Z ايضا بيجي عنه الان نبدأ في موضوع السناصر هذه طبعا الوحدة الرئيسية للجهاز هذه الوحدة الرئيسية للجهاز هذه الوحدة طبعا هذه الشاشة بنفتح هاي الوحدة الرئيسية للجهاز هذا السنصر او المستشعر الرئيسي للجهاز طبعا بينفتح من الجهتين هذه الجهة وهذه الجهة إن شاء الله رح نركبهم ونشوف طريقة العمل عليهم السنسور الخاص بالكشف عن الدفائم والكفراغات وأيضا نظام التصوير ميني سنسور خلنا نتكلم ثم بيجعلنا سماعات الجهاز نظام الويرلس طبعا الوحدة الرئيسية أو عفوا الوحدة الثانية الوحدة الرقم الثنين اللي بيتركب عليها السنسور من هون هذه الوحدة المقبلة خلنا نتكلم لكن هي وحدة وهو جهاز منفصل تقريبا اللي بيركب عليها السنسور تمام؟ هذا هو طبعا بينفتح من هون يمكن تزيد الطول أو تنقصه طريقة اللي يتناسبك يجعلنا علب الشواحن البطاريات والسماعات وكل هاي الأمور الأكسسورات أيضا بيجعلنا هون هذا البوكس بيجي مرفق مع الجهاز خلنشوف شو فيه بداخله هذا بيجي فيه نظارة نظارة ديجتال إذا أنت خلنا نتكلم يعني هي بتدخلك على الإعدادات هؤلاء الأمور تكون مساعدة إليك بدل ما تظل تحكم من الوحدة الرئيسية هاي هي النظارة نظارة ديجتال مرفقة مع الجهاز طبعا أيضا بيجعلنا الباتري بطاريات الجهاز هذي بطاريات عدد أربعة طبعا بيجوا مع الجهاز هذي اثنية هذي ثلاث هذي أربعة انت ما رح تسخدم أربعة رح تسخدم ثنتين بطارية في الوحدة الرئيسية وبطارية في الوحدة الثانية أو خلنا نتكلم في المقوض الوحدة الثانية اللي سعرتها فالثنين نسبها هذي بطاريات الجهاز أيضا برنامج هذا برنامج تصوير تحليلي طبعا بيجي مثبت بسيري لنبغ خاص في الجهاز من المصنع ثم بيجعلنا أوراق المنشأ شهادات المنشأ الكتالوجات الضمانات ودليل الاستخدام للسماعات وكل هذه الأوراق تيجي مع بعض أيضا بيجي عنا السنسور الكبير في الجهاز هذا هو السنسور طبعا كل سنسور رح تكلم عن وظائفه الآن لما نركبه على الجهاز هذا أطول طبعا أكبر سنسور في الجهاز والسنسور الميديوم هذا السنسور الوسط طبعا كل سنسور منهم مشتركة خاصية التصوير أو المسح الأرضي التصويري التصوير ثلاثي الأبعاد هو مشترك بجميع السناسر تمام؟ لكن كل سنسور فيه ميزة مو موجودة بالسنسور اللي قبله لما نركبهم على الجهاز إن شاء الله رح توضح الصورة بشكل أسرع هذا السنسور الوسط فصار عندنا سنسور عدد أربعة السنسور الصغير السنسور الميديوم والسنسور الكبير والسنسور الرئيسي اللي استعرضته والواحد اللي بيفتح صاروا عدد أربعة هون أيضا جاسبر هون هذي شاحن للبطاريات تمام؟ هذي فلاش USB فلاش عادي فلاش موموري مرفق مع الجهاز هذي شاحن بطاريات تاني أيضا هون الوصلات وكل هاي الأمور وهون الكابلات وهاي الوحدات كل يعتها تمام؟ كان هذا الفيديو الاستعراض اكسسورات الجهاز ما شاء الله هم كثار شوية لكن الآن إن شاء الله رح نركب كل سنسور ونشتغل عليه إلى واحد وخليكم معي وتابعوا الفيديو السلام عليكم أعطيكم العائف أخوان الكرام طبعا الآن هذي أول عمليك بحث أو أول سنسور أنا رح أركبه في الجهاز رح أرجيكم طريقة التركية تمام؟ في البداية هذي بحدة رئيسية للجهاز تمام؟ هي الأفضل إنك تلبسها بهذا الطريقة تمام؟ تكون بهذا الطريقة بيجعلنا أول شي البطارية رقم واحد تمام؟ تدخلهم بهذا الطريقة طبعا لها مدخل خاص للتركيز تمام؟ هذي البطارية رقم واحد بيجعلنا هذا رقم اثنين طبعا منقفل بهذا الطريقة حتى نقدر تكون الحركة أسرع يكون تقريبا تحسوا جزء من يدك تمام؟ طبعا هذي البطارية رح تركب في المستشعر هذا ريوب من هون تمام؟ رح يجعلنا هذا السنسور تمام؟ رح يركب هون أوكي؟ ثم نفتح هذا السنسور من مدد بهذا الطريقة هذا الرقم واحد مع الأرض بهذا الطريقة لا لسه بده كمان فبفتح أيضا كمان شوي بهذا الطريقة بيكون ممتاز تمام؟ بفتح هذا من هون وبفتح هذا من هون تمام؟ وبنزل هذا شوي بهذا الطريقة رح تكون العملية تمام؟ أول شي بعمل جسبر كامتاليور أول شي بشغل الجهاز من هون عن طريق زر التشغيل تمام؟ وبشغل الوحدة الرئيسية من هون حسنا؟ 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 تمام؟ 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 هذا بداية تشغيل الجهاز شغلت السنسور وشغلت الوحدة الرئيسية تمام؟ هم طبعا بيعملوا كوننكت تلقائي ما بعض مو بحاجة لبلوتوث ولا شيء تمام؟ تمام؟ طبعا هذا السنسور اللي أنا مركبه انفعل فيه وضعين باحث عندي المسح الوضع التصويري وعندي مقياسة مغناطسية والنظام المغناطيس في الجهاز تمام؟ شو المغناطيسي وشو نظام التصوير خلينا نجرب هذا المغناطيس طبعا تتحكم بهذا الزر أو بالتوتش تمام؟ ابدأ المسح هذا النظام تمام؟ هذا النظام خاص بكشف عن الدفائن عن الفراغات والمعادن تمام؟ فبخبرني بهذا الطريقة بيكون عملية البحث لما ينزل على الآخر أنا واقف فوق فراغ بكون بهذه الحالة تمام؟ فبمشي بالجهاز كل هذا فراغ هون أعطاني إشارات معادن لكن مو نقطة الصفر للمعدن نقطة صفر رح يسكر معي الجهاز فلو نيجي من هون جسبر كم وهم بهذا الطريقة أنا قاعد أمشي بالجهاز هذه أعلى نقطة هذا يخبرك الجهاز أنك أنت واقف فوق معدن تمام؟ طبعا هون إذا بيميل معك السنسور بهذا الطريقة يخبرك الجهاز أن السنسور مائل يجب أن ترجع تعدله بهذا الطريقة هذا كله معدن بهذه الطريقة تكون عملية البحث في الجهاز تمام؟ لما تطلع فوق المعدن رح يعطيك أعلى إشارة لما تيجع الفراغ رح ينزل معك الأزرق بشكل كامل إلى الأسفل هذا كان الوضع الأول في الجهاز تمام؟ بس أخلص بعطيه أوكي تمام؟ منروح لنظام التصوير قلع نظام التصوير كله هاتنا عارفين وأنا بفضل رح خليه آخر نظام تمام؟ لأنه أنا شارحي كثير عن نظام تصويري رح خليه آخر نظام تمام؟ خليكم معي حتى أشرح لكم بقية السناسر والأوضاع الموجودة في الجهاز السلام عليكم أعطيك العافية الكرام انتقلنا الآن لأصغر سنسور موجود في الجهاز رح نشوف الأوضاع البحثي اللي رح تتفعل لما أنا ركبت هذا السنسور كالعادة رح أشغل السنسور رح أشغل الجهاز طبعا بس ألغي سنسور أو أبدل سنسور ثاني لازم أغلق الجهاز بشكل كامل ونهائي تمام؟ هذه شاشة الجهاز الرئيسية طبعا هذا السنسور لازم يكون بوضع عمودي ما يشتغل بالوضع المائل لازم يكون بوضع عمودي بهذا الطريقة الأوضاع اللي تفعلت عندي وضع المسح الأرضي التصويري زي ما ذكرت هذا الوضع موجود بكل السناسر تفعل عندي وضع ما كان موجود اللي هو مسح النفق أو مسح الأنفاق هذا خاص للأنفاق والفراغات يعني كل تركيز الجهاز بهذه الحالة بكون على الفراغات لو ضغطت عليه رح يعطيني وضعين للبحث يدوي اوتوماتيكي هذه عملية البحث رح تكون بهذا الطريقة أنا واقف الآن تمام؟ فالجهاز قاعد يخبرني أني أنا واقف فوق معدن تمام؟ لو أمشي بالجهاز هذا وضع حساسيته جدا عالية للفراغات أي فراغ شو ما كان صغير رح يجيب لك إياه بهذا الطريقة بخبرني أنه واقف فوق فراغ طبعا هون بيعطيك رسمة السنسور اللي لازم يكون فيها السنسور هلو بالوضع العمودي أو بالوفقي تمام؟ هذا كله فراغ رح أمشي في الجهاز هون معدن يخبرني لو ما أتحرك رح يظل واقف أنه أنا واقف فوق معدن تمام؟ رح أوقف عملية البحث وأخذ اتجاه ثاني بهذا الطريقة رح أمسح هذا اللاين كامل بشكل كامل رح أضغط ستارت هذا لون الأخضر طبعا كله معروف تربوس أخر نمشي في الجهاز طبعا مش يكون بطيء بهذا الطريقة أعطاني إشارة معدن طبعا أي تغير سواء للأعلى أو للأسفل أنا لازم أوقفي نعمل السور حتى أشوف شو هذا الكلام هون معطيني أنه معدن خط مستمر معدن بمشي تربوسخور بينزل معي الخط طبعا لون الأزرق الفاتح هذا الرطوبة مو فراغ رح أمشي رجع طلع عندي فراغ كان بشكل بسيط جدا هنا ما استمر الخط بالنزول معي للأسفل في هذه المنطقة ما استمر معي الخط بالنزول للأسفل ظل ثابت فهي رطوبة موجودة في الأرض رح أعمل سطوب وأخذ أخذ لين آخر من هنا رح أخذ أنا هذا اللين السنسور مال تمام كم جاسبر معدن تربوسخور لون أخضر لون أخضر ما في عندي ولا شيء فراغ خط نازل بشكل مستمر للأسفل ما عم يعطيني اتجاه وفقي فبهذا الحالة بكون هون الفراغ بكمل ماشي فراغ انتهى الفراغ بلش يطلع معي الخط تدريجيا انتقلت من الفراغ للتربوسخور تمام؟ هذا هو باختصار الوضع اللي هو السنسور الصغير هذا السنسور جاسبرت السنسور هذا هو السنسور اللي هو الخاص بمسح الأنفاق طبعا أي صورة وأي عملية سكان انت بتعملها في الجهاز بتقدر انك تحفظها مباشرة بالجهاز وعن طريق الفلاش بتقدر تأخذ هذه الصورة وتأخذها على الكمبيوتر وتحللها انت مثل ما بدك تمام؟ هذا الوضعين مفعالات بهذا السنسور تمام؟ خليكم معي حتى ركبيكم السنسور الثالث وأرجيكم طريقة استخدام وعطيكم العافية السلام عليكم وعطيكم العافية أخواني الكرام الآن انتقلنا لسنسور الوسط في الجهاز رح نشوف شو الخيارات المفاعلة بهذا السنسور وشو وظيفة هذا السنسور تمام؟ هو تركيبته جاي في الوضع الأفقي مو هو الوضع العمودي تمام؟ تعالوا نشغلهم ونشوف هذا زر التشغيل طبعا السنسور في البداية ثم الوحدة الرئيسية تمام؟ رح نشوف الآن احنا ركبنا السنسور الأول شوفنا نظام مغناطيسي الموجود في الجهاز طبعا السنسور الأول كان مغناطيسي وتصويري السنسور الثاني كان تصويري ومسح كهوف وفراغات مسح الأنفاق السنسور الصغير كان بشكل عمودي هذا السنسور الوسط الماء قبل الأخير تمام؟ نشوف شو الخيارات المفاعلة بهذا السنسور احنا تمام؟ مفاعل عندي التصوير ثلاثة الأبعاد ومفاعل عندي نظام أنا كثير بحبه اللي هو نظام التصوير المباشر شو يعني تصوير مباشر؟ كأنك انت فاتح لايف وماشي في الجهاز تمام؟ عبارة عن تصوير لكن مو تصوير تحليلي هذا مسح الأرض التصويري تحليلي هذا نظام يعني خلينا نقربه للفيديو تمام؟ نشوف طريقة العمل عليه طبعا هذا السنسور هذا السنسور التصوير المباشر تمام؟ هل تبدأ معايرة حساسة؟ طبعا إله معايرة مع الأرض يعني بثبت يدي على الأرض طبعا من 5 إلى 15 سنت سنتي المسافة تمام؟ وبعمل نعم ببلش يعاير بالسنسور مع الأرض ليأخذ حساسية الأرض تصوير مباشر أنا الآن واقف ما عم بتحرك موجود عندي فراغات موجود عندي معادن موجود عندي تربة وصخور رح أبلش أمشي في الجهاز ونتائج رح تتغير هذا الوضع يعني أنا الآن هون الجهاز ثابت معي على فراغ أنا ما عم بتحرك تمام؟ هذا الوضع جدا بساعد الأشخاص اللي ما عندهم المنطقة اللي يبحثوا فيها تمام؟ إنه صعب يعني في التصوير التحليلي صعب جدا أنا أمسح منطقة كبيرة وأنا ما عندي فكرة عنها تمام؟ لكن في هذا الوضع انت بس بتمشي بالجهاز تمام؟ ستوب أنا رح أمسح هذه المنطقة كلها تمسحها بشكل جدا سريع تعاير السنسور ابدأ المسح تمام؟ تبلش مسح أنا وقفت الآن شو محتويات الصورة الموجودة عندي هون؟ فراغ الدور الأكبر وفي معدن عندي على الطرف بمشي ببلش أمشي نتائج الجهاز كلها قاعدة تتغير تمام؟ تصوير مباشر هذا من أقوى الأنظمة الموجودة في الجهاز جدا 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 ممتاز هون طبعا في الوضع الطبيعي الأشخاص العادين لما يكون عندك هدف رح يعطيك هذه الطريقة تمام؟ بدون هذا المعدن رح يكون على الأغلب عندك موجود اللون الأخضر اللي هي الأتربة والصخور نكمل ماشي في الجهاز رطوبة رطوبة فراغ هذا فراغ فراغ مع رطوبة بكمل ماشي في الجهاز أنا ما قاعد أصور الجهاز قاعد يلتقط الصور تلقائيا تمام؟ نظام التصوير المباشر الموجود في الجهاز هذا هو نظام التصوير المباشر طبعا لو انتهيت أنا معاملي التصوير هذا الوضع بكرر الوضع التحليلي هو الوضع الرئيسي في الجهاز تمام؟ موجود بكل الأنظمة رح أشرحه في آخر الفيديو خليكم معي حتى أورجيكم السنسور الأخير السلام عليكم أعطيكم العافي أخواني الكرام انتقلنا الآن للوضع البحث الأخير الموجود في الجهاز اللي هو أطول سنسور موجود في الجهاز تمام؟ هذا هو الوضع الأخير في الجهاز شغلت الجهاز أنا رح نشوف هذا الوضع شو في ميزات مو موجودة بالسناسر اللي قبلو هذا السنسور فعل عندي أربع أوضاع فعل عندي المسح التصويري فعل عندي نظام المؤشر فعل عندي نظام القياس المغناطيسية فعل عندي نظام مسح المعدن الأول مسح التصويري أنا شارحه أصلا على قناتنا موجود على اليوتيوب لكن رح أشرحه مرة ثانية نظام مغناطيسي شرحته في السنسور الأول اللي هو اللي بيطلع لفوق معدن بينزل لتحت فراغ بنظام الصوت تمام؟ وفي عندي المؤشر ومسح المعدن هذول الجداد تمام؟ نشوف شو هم طبعا نظام المؤشر هذا النظام خلنا نتكلم زي مؤشر بيأشر لك وين بالضبط الموجود المعدن بطريقة البينبوينتر طريقة الموجة خلنا نتكلم لكن مو لمسح خلنا نتكلم معدن وفراغات رح يطلع لي معدن وفراغات لكن وظيفته الأساسية هي تحديد تمام؟ وتمييز بين المعدن بالسالب والموجب رح أشرحها إن شاء الله في فيديوهات التحليل لو ضغطنا على المؤشر ابدأ المسح رح يكون زي نظام لايف كيف تصوير مباشر هذاك النظام المسح السنسور الرصير كان بيلتقط صور هذا لا لايف تمام؟ هذا معدن نقطة الصفر للمعدن هي موجودة هون بالضبط لو أزيح لهون شوية هذه كلها معدن 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 كلها معدن تمام؟ بشكل مستمر إلى الأعلى هون بلش ينزل صخور تربة وصخور خط مستمر باللون الأخضر هون أيضا فراغ هذا هون فراغ نازل بشكل مستمر للأسفل لو أرجع لهون رح يرجع لي وين؟ على تربة والصخور لو أرجع لهون رح يرجع لي على الفراغ هون التربة والصخور هون الفراغ بهذه الطريقة بتكون هذه تحديد نقطة بالضبط يعني أنا لو بدي أحفر مثلا هذا موجود عندي هون فراغ صح؟ أزيح لهون هذه نقطة الصفر للفراغ هذا الفراغ هون ما فيه فراغ هون هذا هو تربو صخور هذا هو هون الفراغ تمام ببلش أمشي بالجهاز بهذا الطريقة بشكل بطيء حتى تحدد لي كل شيء تمام هذا هو نظام المؤشر اللي بيأشر لي وين المعدن بيضبط تمام خلصنا منه في عنا نظام جديد نظام مسح المعادن شو يعني مسح المعادن لو ضغط عليه رح يعطيني يدوي أوتوماتيكي اختار أوتوماتيكي ابدأ المسح نفس نظام كيف النظام الأول كان بيصور لي السنسور الصغير كان بيصور لي فراغات هذا للمعادن تمام هذا طريقة البحث تصوير تمام هون ما في شيء عندي نظام تصوير هذا أدق هذا خاص فقط للمعادن يعني اذا اشتغل على هذا النظام لازم يكون ببحث عن معدن تمام اتغيره هون هذا المعدن نقطة صفر للمعدن وهذا هو المعدن تمام نظام تصوير ما هو نظام بين بوينتر حساسية جدا 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 عالي يعني كل لو ببحث عن فراغ رح اغير رح حط السنسور الصغير لو ببحث عن المعدن رح حط هذا السنسور تمام طبعا حتى ما اطول عليكم هذا هو النظام رح اشرحي لكم الآن طبعا ما بدي اسييف الصورة نظام مسح للتصويري انا ما شرحته تمام مسح للتصويري هذا هو النظام تمام هون تقدر انت تحدد المساحة المسافة اللي بدك إياها الاعداداتي كلها تسهلة يدوي مانيول متعرج انا رح حط كل هاي الامور بس حتى ارجيكم طريقة التصوير هذا طريق التصوير بكون بمشي بهذه الطريقة الجهاز بصور وانا بمشي تمام طبعا هون عم بيعطيني كم متر انا صور في اين واقف فون انا معطيني مثلا سبع متر ثاي صار ثمانية متر بصور كل هاي الامور تمام لو اضغط هي هل تريد مسح يعني خلصت الخط الاول تمسح الخط الثاني فباجي باخذ الخط اللي جنبه طبعا طريق خاطئ اللي بصور فيه هنا لازم امشي جسبر استيهير اوكي لازم اكون انا واقف فون اخلص هذا الخط تمام لما انتهي اعمل سطوب هون ثم ارجع من هون واخذ هذا الخط لازم طريقة التصوير لازم اتم بشكل هندسي 100% طريقة التصوير التحليلي ما بصير انا اصور فيها بشكل عشوائي ابدا 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 تمام فالخط الثاني نفترض ان انا بلشت من هون تمام هاذي طريقة المشي بالضبط مثل هيك حطيت سطوب تمام لازم يخلص طبعا لازم ابدأ وانتهي في نفس النقطة خلص تمام ما بدي امسح الخط اللي بعده هل تريد حفظ الانتهي من المسح نعم اوكي راح ما حفظته انا تمام بهاي الحالة بتحفظه انت تمام في عندك الفولدر تدخل على الصور اللي انت مصورها كل ياته مثلا هذا تصوير قديم انا مصوره في الجهاز تمام بتفوت على كل الصور بتفوت على كل اشي موجود عندك هذا هو تصوير يبلش يطلع عندك اوكي لما تنتهي تضغط اوكي هذا هي الصورة طبعا هون ما في تحليل جهاز الـ EXP جهاز الـ EXP Stellar ما في تحليل على نفس هذا الجهاز الصورة متقطة بتنحفظ تتاخذ على فلاش في مدخل فلاش في الجهاز اوكي بتدخل الفلاش تاخذ الصورة ثم بتروح على كمبيوتر عندك اي كمبيوتر بتنزل علي برنامج الـ Visualizer مرفق مع الجهاز وورجزكم يا بداية الفيديو بتنزل برنامج الـ Visualizer وبتبلش تتحلل بالصورة بالطريقة اللي بدكها في هذا الجهاز هو جهاز بحي تمام ما في تحليل على الجهاز التحليل بتتم بشكل خارجي على لابتوب اوكي اي لابتوب موجود عندك مو اشترط اي مصطر معين برنامج عادي الـ Visualizer بتنزلوا مثبت عليها serial number الجهاز مثبت عليها الـ Actification number بتقدر تفعيله على الكمبيوتر بتفعله امورك سليمة كان هذا فيديو كامل للجهاز الـ AX-PSTELA اذا فيه ايش معين حابين تعرفوه عن الجهاز اكتبو لنا اياك الكمت على قناتنا كان معكم اخوكم محمد والله اعطيكم الف عافية